بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الثالث من الفصل الخامس لمقرر نظم التشغيل في الجزء يا جماعة هنتكلم عن موضوع اسمه Contiguous Memory Allocation أو تخصيص الذاكرة المتجاور تعال نشوف مع بعض ايه المقصود بتخصيص الذاكرة المتجاور بنقول مع بعض خلي بالك بقى إن الممر اللي قدامك ده ايه شايفها عشان ها تشتغل لابد إن يكون فيها حاجتين أساسياتين ايه هم ال Operating System جزء منه ومين كمان يا جماعة هاي واه صح والبروزز والعمليات رفو عليكم جميل يعني عشان أقول إن فيه تنفيذ فيه Execution هنلاقي فيه Process وفيه Operating System جميل بيقولك بقى فيه نوعين متخصيص هو ايه Single Partition وفيه Multiple Partition بناخد مع بعض الاول Single Partition بيقولك في الحالة ديت يا جماعة عشان أخصص البروزز فيه في الممر لابد إنها تمر بمراحل عشان يحول فيها اللوجيكال أدرس اللي احنا اتفقنا عليه قبل كده لفيزيكال أدرس ايه هو بيقولك في الحالة ديت بنعتبر إن الممر يعني مكان كبير اس بيس كبير أو زي ما انت شايف كده الممر اس بيس ويتم فيه تخصيص العمليات بطريقة السنجل برتشعة لأنها ايه مكان واحد فاضي بس يزايد طيب يتم التخصيص يا جماعة بيقولك عن طريق مين عن طريق إنشاء اللوجيكال أدرس معايا اللوجيكال أدرس الذي يتم إنشاؤه هو اللوجيكال أدرس لمين يا جماعة للبروزز معايا ويتم إنشاء فيزيكال أدرس جديد له في السنجل بيس دوت في المكان الفاضي دوت عن طريق عملية بتتم ألا وهي إيه بقى يا جماعة ألا وهي إضافة بيس أو قيمة افتراضية لمين ها للأدرس اللي هو مين اللوجيكال أدرس قبل ما بضيف بقيمة الافتراضية بعمل إيه بعمل عملية مقارنة هل اللوجيكال أدرس اللي موجود دوت أكبر من البيس وإحنا خدنا البيس قبل كده اللي هو القيمة اللي موجودة في الريليكيشن رجستر لو هي فعلا أكبر من أو يساوي نعمل عملية مقارنة تانية هل اللوجيكال أدرس دوت أكبر من البيس زائد الليمت آه هنا جد بقى كلمة دي ده الليمت وهذا يعني إن حيث من أجل أن يتم التخصيص لمين ها للبروزز في السنجل بيس ده ها لابد أن نتأكد أن اللوجيكال أدرس الذي تم افتراضه ها من قبل السي بيو له مكان متواجد في الزاكرة بمعنى إيه بمعنى إني لازم يكون فيه ليمت عندي لا أتعدال يعني الزاكرة دي لها ليمت آه لازم أتأكد إننا لما جي أعمل المابنج دوت أو اللوجيكال أدرس دي فيزيكال أدرس يقع في حيز الزاكرة التأكد ده يتم إزايا جماعة عن طريق مقارنة اللوجيكال أدرس اللي اللي احنا اتفقنا عليه اللوجيكال بقيمة اسمها البيس زائد الليمت البيس دي القيمة الافتراضية اللي موجودة في اللوكيشن رجستر زائد الليمت القيمة اللي موجودة في مقا ما يسمى بالليمت رجستر وهو الذي يحدد نطاق الزاكرة الفاعلي الرئيسي معايا جميل عند المقارنة ما بين اللوجيكال أدرس والبيس زائد الليمت يتتم المقارنة والله لو اللوجيكال أدرس أقل من البيس زائد الليمت يحدث التخصيص ويخصص مكان البيس فين صاحب رفع لي فيزة يا كرة معايا بولئا عن القيمة الجديدة لها العملية دي يا جماعة بيسمها ايه بقى سينجل بارتشن طيب في عملية تانية اه بيسموها المالتبل بارتشن او ها الاجزاء المتعددة وفيها كل بروسس بيبقى لها ان بارتشن اللي بقى الجزء الخاص بها هي بس معايا طيب تعال نشوف مثال مع بعض افترض ان انا عندي ايه خمسة بروسس بي واحد بي اتنين بي تلاتة بي اربعة بي خمسة كل واحد اللي لها الحيز اللي انت شايفو ده ستمية الف تلتمية سبعمية خمسمية تعال نشوف اللي بيحصل مع بعض مش احنا متفقين مع بعض ان الابريتنج سيستم لازم يكون له موجود في الزاكرة لازم يكون له موجود اه اه ادى شاكلي قدامك اه بيوضح الكلمة اللي احنا قلناه بيقول انك انت مثلا عندك اوبريتنج سيستم له مكان وله بيشغل من صفر ربعمائة كيلوه الباقي ده كله بتاع مين بتاع البروسس بتاعت اليوزر مش كده جميل طيب تعالوا بقى نخصص البروسس اللي قدامك ده بس بشرط ملتبول بارتشن يعني كل بروسس اللي لها البرتشن الخاص بقى هي بس لواحدها طيب اول واحدة تيجي ليه مين اللي بواحد تقعد من ربعمائة الالف اللي من ربعمائة اللي انها ستمائة كيلو يليها مين هه بيتنين تقعد من كامل كامل يا جماعة صح من الف الالفين ليه لانها الف كيلو تيجي بيت 3 عايزة تقعد فين من الفين لتلات تلف وهاكذا خصصنا لكل بروسس مكان لا هي بس فقط للطرقة التانية معايه على اي اساس على حسب حيزة على حسب بالصائز بتاعها طيب تيجي هنا في مكان فاضي من الفين وتلتمية لالفين خمسمة وستين هل ينفع حط فال بروسس بيه اربعة لا طبعا ما ينفعش طب ينفع حط فال بروسس بيه خمسة لا ما ينفعش اوكي اذا تظهر ظاهرة هنا اسمها ظاهرة الهولز اللي هي الفراغات والله هيتم تخصص الزاكرة وتخصص البروسس للجلوس في الزاكرة على حسب الفراغات المتاحة قدامي جميل طب تعالي نفترض ان بيتنين خرجت زي ما انت شايف كده بيتنين خرجت وثابت مكان في الزاكرة فاضي الف كيلو زي ما انت شايف كده هل ممكن اعاد بيه اربعة مكانها اه ممكن اعاد بيه اربعة مكانها مش كده لان اربعة ممكن تقعد مكانها هنا وهو وهتشغل حيث كم يا جماعة سبعمائة كيلو وده معناه انها هيظهر هول تانية هين شايفينها هول كمان هيا الفاضرة الفاضية ديالت من الف سبعمائة الالفين وفيه هول تانية اللي احنا كنا نسيبناها من شوية الالفين وثلاثمائة الالفين وثلاثمائة ظهرت ظاهرة جديدة اسمها ظاهرة الهولز الفراغات وخلي بالك بقى بيه اربعة اللي قدامك ده ايه مش كده اقعدت في المكان بتاعها ولو احنا محتاجين نقعد بيه خمسة مش هنعرف ليه لان الهول اللي فاضية قدامك ده ايه معايا مجرد تلتمائة كيلو بس طب الهول ديت يا جماعة كم كيلو طب جيت تحسبت لها ايه مئتين وستين كيلو مئتين وستين كيلو وديت تلتمائة كيلو مقدرش قاعد بيه خمسة معايا اذا في ظاهرة الفراغات اللي احنا قلنا عليها ان احنا قلنا بنتكلم فيها الوقتي واحنا قلنا انه في الحالة دي كل بروسل لها البرتشن خاص بتاعها بتظهر ظاهرة سمها الهولز بيبقى اكيد لها عيوب ان احنا ما بنقدرش نقاعد البروسل لو كانت كبيرة نسبيا هل في حال هيقابلنا حيول بعد كده اللي هي الكمباكشن بقى الضغط ان احنا ممكن نضغط الفراغات دي كلها مع بعضها ونحصوا على فراغ جديد ممكن نقاعد بيه خمسة فيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة hel